ورجعنا وياكم بعد ما سمعنا أغنية القيصر القيصر غناء العربي والعالمي كعظم الساهر وجهة تحية وكل أغنيتها حلوة وملاعمة للموضوع اللي كونتنا عني وديما حجينا بخصوص عيد الحب والفالنتان والهدايا وخصوصاً البنات اللي يحبون الورد واللي ما يريدون الورد لكن حالياً رح نحكي بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي هو التحرش أو تحرش النساء بالتحديد اليوم ينضم معنا الأستاذ البحث الاجتماعي فائز الشراع داخل الستوديو هاشتاك شوابيا سيد مساك مساء الخير نورد مساء لليوم ما هي أسباب ظاهرة التحرش؟ يعني في البدء أنا مو باحث اجتماعي بس للتصحية لكن أسباب كثيرة جداً طبعاً منها طبعاً عام الأساسي جداً هو الانفتاح الاجتماعي الذي كرسته وسائل التواصل كرسته الحريات اللي ممكن يشبهها المجتمع حالياً كذلك الطلع على ثقافات أخرى التأثر التطبيقات الكثيرة اللي تحصل يعني ممكن أن يطلع عليها الإنسان يعني العوامل الثقافية الآن الفنون بشكل عام هي بيها نوع من الانفتاح هذا الأمر يعني ولد نوع من التفاوت بين وعي استيعاب هذا المتطلب يعني الحريات الكثيرة وبين طريقة التعامل مع هذه الحرية ممكن نضيف إلها بعد آخر هو إلى حد ما الاختلالات الأمنية التي تحصل في بعض الأحيان وكذلك البعد التربوي أيضاً اليوم ضعيف التأثير فيه أنا لا أتحدث عن غياب البعد التربوي بالعكس لكن دور الأسرة الآن بدأ يتضائل فعلاً في فرض يعني تربية معينة دور المجتمع المجتمع المربي أيضاً بدأ يتضائل اليوم نحن يعني أي إنسان من عندنا يتواصل مع العالم من أي نقطة كانت يعني من خلال جهاز الهاتف من خلال أي جهاز آخر فمن الصعب أنك يعني تثبت أمور معينة في ذهنه في سلوكياته لأن يعني غزارة ما يعني يرد إليه أكبر بكثير مما تقدمه أنت يعني في السابق مثلاً كان الإنسان أسير الأسرة والبيت يعني لنقول الطرف مثل ما يقولون أو الحاء أو يعني المحلة كذلك بعض يعني أسير المدرسة أحيان كثيرة يعني هناك بعد تربوي في المدرسة المجالس اللي هي يعني ضم يعني حوائل كثيرة طيب أستاذ بالأول الأخيرة تم التقارير بأربع محافظات أو خمس محافظات بالعراق بالتحديد لاحظوا أنه أعداد المتحرشين هما كبار السن اللي هما يقومون بحالة التحرش أو الظاهرة هاي أكثر يعني أكثر من الأكثر عمر يتحرش بالنساء هما كبار السن شون السبب وليه شهر أيضا يا ثامر هي مفقت الدراسة على العراق على الدول العالمية أغلب صحي أنا أعتقد يعني العراق ربما يعني رغم موجود للظاهرة لكن نسبة منخفضة نعم ما زالت العراف الاجتماعية ضاغطة ما زالت يعني نقول المعتقدات والأدياء الدين يعني ضاغط يعني عندنا كلمة المستحى والعب بالضبط هناك حياء ربما أنت يعني تنشر أشياء على تطبيقات معينة ما تستحي منها لكن عندما تخرج بالشارع تستحي من هاي القضية هذه مشكلة بالنسبة لربما تحتاجها تفسير نفسي قضية يعني أنه كبار السن هم الذين يقومون بهذا الموضوع لكن أيضا مسألة التفاوت هذا عاش في زمن يعني زمن حدود معينة وزمن عزلة واليوم صار مفتاح كبير جدا المعروض اللي أمامه مثلا عسي بالمثال اليوم التحرر باللبس ولا غير هاي القضية ربما يفسرها الإنسان تفسير خاطئ يعني زي نحن وصلنا بوقت حتى اللي محجب أو دون محجب لابسة عباية سافرة ما خلصانة حتى اللابسة خمارة إيه مهو ابن الجيل الحالي ربما يتفاعل مع هذا الموضوع مع طريقة اللبس مع حرية تحدث بالحرية يعني أنك من تلبس العباء إلى أن تكون متحرر في اللبس لكن الآخر طبعا بالنزوع نفسي يعني لا شك هو لا حد ما هو نزوع مرضي يعني في هذه الحالة رغبة بالتعويض حرمان سابق إلى غير ذلك هو سلوك يعني سلوك نوع من الانحراف لكن هذه يعني وجد الكوابح كانت السابقة كانت كبيرة جدا كوابح النظام الأمني مثلا كوابح المجتمع بشكل أساسي ربما حتى العام الاقتصادي مؤثر جدا اليوم يعني البعد الاقتصادي أثر في سلوكيات الكثير من الناس ويعتقد أنه يستطيع أن يشتري أي شيء فمن هذا الباب يمكن يفتح مجال التحرش أستاذ نستطيع اليوم نصنف أنواع التحرش؟ أي طبعا يعني شنو أنواع التحرش؟ يعني ممكن التحرش اللفظ يعني بالكلام والآخر ممكن التحرش مثلا بالملامسة إلى حد ما ووصولا إلى الاعتداء دائما إلى جسد يوم طيب أستاذ بعض النساء أنه يتعرضون للتحرش بس يخبون هذا الشيء برأيك هذا الشيء سلبي أو إيجابي يعني هيش حالة راح تتعرض أكثر من مرة للتحرش لكن مراح تخفي مراح تظهر هذا الموضوع أو مراح تقول فبهذه الحالة شنو هي سلبية أو إيجابية وشن نقضى عليه شحالة؟ هي المشكلة أن تكمني يعني هذا يعني حالة قديمة طبعا هي ليست اليوم رغم أنها كانت يعني غير لنقول متسعة المجال أو ربما الحديث عنها كان يعني قليل جدا يعني هناك مثل قبيح لا رأي تحدث عنه أنه المرأة وصلت للاعتداء عليها لأنه من المستحى بدأت من أشياء بسيطة من اللفظ للملامسة يوصل إلى أقصى شيء وهي لا تستطيع لأن القيود القيود الاجتماعية اليوم للأسف وما زالت هذه القضية كنسق اجتماعي مؤثر جدا عندنا أنه المرأة غير الرجل يعني ممكن أن تطلع سمعة على الرجل بس ماكو مشكلة كبيرة السمعة على المرأة كبيرة جدا فعلا مع أنها تكون ضحية ويقع اللوم نصف على المرأة مع أنه تكون هي ضحية لكن هي شركة بالفعل يعني تكون شركة بالفعل فالخوف من السمعة من سوء السمعة هو هذا العامل الأساسي في قضية تجيع هؤلاء الناس البعد الأمني ما ماخذ دورة كبيرة احنا عدنا صحيح أنه يعني عدنا مديرية خاصة بالأسرة بشؤون الأسرة وعند شرطة اجتماعية غير فعال طبعا بصراحة يعني نحتاج بهذه الحالة حتى يعني استخبارات اجتماعية لا يعني بالقيود لكن في بعض الأماكن مثل أماكن الحدائق العامة المزدحمة المولات إلى غير ذلك تحتاج إلى هذا القدر تحتاج إلى قدر بالمعالجة ومعالجة عنفية يعني معالجة بحيث لا يمكن أن يعني أشبهها بطقس معين يعني في الزيارات مثلا هناك زيارات المقدسة يعني أنت متلاحظ واحد يلمسك أو يضغط عليك لكن دائما يعني ينبهك ينبهك أنتبه كذا كذا إلى غير ذلك إلى هذه القضية وهاي صورة صحيحة صحيحة طبعا بدون ما يمارس عليك أي قضية أنت راح تتجنب كثير من الأمور لأن هناك منبهات هذه موجودة كخدمة هي خدمة هذه ما موجودة بالأماكن العامة بهذا الموضوع فبالتالي المرأة يعني عندما مثلا تصوروا أنه مرأة مثلا صرخت أو صاحت في هذه القضية الأنظار كلها تتوجه إليها وراح الناس تأويلات أنه لابد هي أنطت مجال أو اللوم على لبس أو فتشي معين؟ ليش لابسوا بهذه الطريقة هي اللي يطلق مجال لهذا الموضوع ما يعني قلت لك يعني التفاوت بين وعي استيعاب الحالة حالة الحرية وبين يعني التعامل معها يعني قضية التفاوت الأجيال يعني طامة كبرى كبير السن طبعا دائما هو محل الاحترام لما يكون بهذه الطريقة يعني يكون مستهجن لكن هو أيضا يعني يعتقد في يعني في ثقافة معينة أنه اللبس المتحرر هو علامة يعني يعني إمكانية اللي نقول التواصل بطريقة قسرية زيان نحن اليوم نتعرض مثلا للفيسبوك على بعض الأشخاص يتعرضون لضغط للتحرش بسبب أنه هو باله يحصل على فتغاية معينة طبعا هذا التحرش بالتواصل أيضا نوع من أنواع التحرش طبعا هذه القضية طبعا بالضبط أكو ابتزاز أكو ضغط يعني معين يعني ممكن أنه يعني الفتيات كثير منه اللاسيمة الجامعيات يأخذ لها صور معينة في أوضاع معينة وقد تسلك بعض الفتيات هذا السلوك تكون ابتزاز يصبح نوع من ابتزاز والتهديد يعني ابتزاز الإلكتروني يعني هناك تشريعات ممكن أنه تحد من عنده عموما يعني عامل التوعية أساسي في هذه القضية ولا بأس بتفعيل مثلا بعض الدوائر الأمنية اللي ممكن أن تحد من هذا الموضوع لكن أعتقد أن سبول التربية الإعلام الهادف ممكن أن يحقق مثل هذه الأمور يعني إلى حد ما لم نكن نمنع يعني هذه الجريمة وهي جريمة على الأقل نحد منها طبعا إضافة إلى أمور أخرى وهي للأسف مثلا تشار يعني تناول المخدرات إلى غير ذلك هذا أيضا يعني تسهم أو المسكرات تسهم في تفاعل هذا الموضوع أو يعني في أن الإنسان ينفلت بتصرف قد لا يكون يعني ممكن أن يكون سهلا لو لم يكن يتناول شيء معين طيب أستاذ بما أنه ديما ذكرت لك موقع التواصل الاجتماعي بدوركم كأتكم يعني معلومات كاملة عن الأسباب والأساسيات وكيفية الانتشار قمت ورش أو ندوات بموقع التواصل الاجتماعي للمعلومات ورفض العوائل أو بيها هاشتاق يكون لا للتحرش أو ضد التحرش؟ هي بصراحة يعني أنا أقول ما زلت أقول أن النسبة ليست مرتفعة في العراق لذلك يعني لا تعد هذه القضية يعني أساسية أو ربما حجم المشاكل أكبر من هذه الحجم صراحة يعني أرضك في هذه النقطة الآن أصبحنا في حالة أنه حتى التحرش بالأطفال أصبحنا هذه يعني جرائم الاقتصابة هي موجودة بصراحة يعني أصبحت ظاهرة يعني لكن كما يعني أظن أن الكثير ربما لا يحب الحديث بها باعتبار أنها ليست ظاهرة يعني طاغية أو كبيرة حي على السوشال ميديا اللي إحنا نسمعها لكن ما خلف أقوى لا لا ما خلف يعني أنا حتى في ملفات الداخلية وملفات القضاء الكثير من هذه الأشياء وقال أستخفي هذا الشيء لا لا هو تحسن على العيب والمسكح والسماء بالضبط تخفي يعني أنا أتخطر إلى حد يعني يعني في التسعينات القرن الماضي بعض زملائنا في اليمن يعني 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 بالصحف نشرت هذا الصحف عن شجاعة إمرأة عراقية وقالوا الشجاعة ونالك يعني في كلية الطب للأسف يعني موجودة أصابة للإقتصاب والخطف يختصبون الطالبة وبعدين يتخلصون منها يقتلوها فعائلة عراقية أستاذ وأستاذة بنتهم كانت يعني في كلية الطب يعني ضاعت اختطفت بعد البحث والتنقيب والحديث وكلا اكتشفوا أنه هناك عامل معين هو عامل بالمستشفى بالمشرحة يجيبهم على مدينطهم الجثث وهناك تحدث المشكلة نعم فصار منشيت بالصحافة أنه هذه المرأة العراقية أنقذت شرفنا لأنه 35 حالة قبلها كانت يعني لأنه مجتمع قبلي وإحنا أيضا مجتمع قبلي كان يخفي هذه القضية من البنت تختفي يعتقدون أنه هي يعني هربت مع شاب معين فهذا عار وعيب فيتسترون عليه لكن هي ما يعلمون أنه هناك جريمة يعني يستحون من السؤال فمثل هذه القضية طبعا يعني بعض المنظمات تقوموا بهذا الدور يعني هو جزء من التنمية الإنسانية هذا هو التنمية البشرية وندوات لكن بصراحة يعني لا أجد تشجيعا كثيرا في هذه القضية ربما بسبب الضغط الاجتماعي أنه ربما الحديث عنها بكثرة قد يفتح الباب واسع أمام تشجيعها العامل القبلي والعامل العشائري مهم جدا ورغم أنه هناك بعض السلبيات إذا يعني القيمة العشائري هي كانت الأساسية يعني في أي بنية حضارة لكن هي قيم بانية وقيم حافظة لحد بعيد يعني البعد العشائري اليوم بعد حافظ يعني بعد يهدد يعني من يرتكب هذه القضية أنا أقول لذلك يعني أقول أنه في العراق النسبة أقل للمازالة الأعراف الاجتماعية على من يقع أسباب التحرش على المرأة نفسها أم الرجل له يعني لا شك أنه يعني مشترك في هذه القضية بصراحة يعني طبعا المتحرش هو يعني نسبة أكبر له لكن طريقة يعني التعاطي منه ستر هذه القضية أو السكوت عنها يجعله نوع من التمادي يتماند أكثر يتماند أكثر بهذه القضية نعم هناك يعني عوامل ردع ممكن أنه تحدث بهذه القضية عبرها بالضبط يعني ليش الحياء من هذه القضية العامل الآخر يعني قد تكون الإثارة بغير قصد يعني وفي أحيانا أخرى ربما بقصد تتحدث بصراحة هو يقول جمال أحد المسببات لا جمال والزي واللبس هو طبعا جاذب أنا أعتقد أن التصرف هو الأساس نعم يعني أنا أعتقد أن التصرف هو الأساس أنت ممكن تسمع كلمة معينة لكن هذه الكلمة دا ما وجدت أي استجابة معينة ضحكة ابتسامة ربما كذا أو معاكسة بسيطة هي معاكسة بسيطة البعض يتمادى في هذا الموضوع هي ممكن أن تكون شجاعة من البنت أنه تأخذ الأمور بطريقة يعني ما متحسسة تماما ويعني تمنع هذه القضية لكن البعض يعني التساهل في بعض القضية ربما بغير قصد قد يشجع نحن اليوم أمام ظاهرة أخرى البعض أنه يقول لا بالعكس يعني أن هناك نعمة التحرش المعاكس يعني من الفتيات للفتيان هذا أيضا بقربة الآية ممكن يعني بطريقة وقل يعني ربما يعني نقل الانفتاح الثقافي الانفتاح الإعلامي وعني بي يعني وسائل التواصل طيب أستاذ نحن شاكرين تواجدك اليوم وشكرا لمعلوماتك القيمة ويا ربي استفاد المشاهد خصوصا الأعمار وخصوصا النساء بالتحديد استفادوا من هذه المعلومات ويا ربي السلامة للجميع وإن شاء الله ماك واحد عين على الثاني إن شاء الله وتعيشون بأمن وعمال أكيد وإحنا من خلال برنامجنا لا للتحرش إحنا كنا ضد التحرش النساء اللي بالشارع هم خواتك أبنائك زوجاتك فخلي عينك عليهم كعائلتك وأسرتك أكيد يعني ما إحنا متواصلين برحلتنا المسائية لكن خلو نروح لفاصل وراجعين شكرا إليك أستاذ نورتنا